مرحبا كيف حالكو ان شاء الله انتو كويسين وبخير وسلامي يا رب اليوم رح نعمل معمول فستو الحلبي بطحين اذا بدكم تعرفوا كيف انا عملت هاي الوصفة شوفوا الفيديو 500 جرام طحين نس كيلو نس كيلو طحين نخلتهم وفي عنا كمان 200 جرام سمنة هاي هون وطبعا في عندي فستو الحلبي للحشي وبحاجة الى رشة من المحلب ورشة ملح وبدي كمان مي بردة ونص مي بردة للعجن وبحاجة الى ربع كباية من العسل هلا رح نحط رشة الملح طبعا احنا رح نبس الاطحين بالسمنة ورح احط رشة المحلب ورح احط رشة الملح ورشة المحلب والمحلب طبعا اختياري رح احط السمنة فوق الاطحين طبعا السمنة بدنا اياها بدرجة حرارة الغرفة ورح ابس الاطحين ورح ابس الاطحين مع السمنة بس زي ما ببس السميد هلا انا رح ابس الاطحين زي ما انتوا شايفين هيك بفرق وفرق مع الزبدة مع السمنة طبعا تقدروا تستخدموا زبدة بس السمنة اطيب ضبسوا حتى كل الزبدة تدخل مع السميد بتقدروا انتوا تعملوا من الزبدة سمنة يعني بتجيبوا الزبدة بتحطوها على النار وبتخلوها تغلي على النار لحتى يعني فيكو تحطو كمان شوية برغل بقلب هذا وفيكو ما تحطو بتخلوها تغلي على النار لحتى ينزل الحليب بقع الطنجرة ويصير لونه بني ويتطلع السمنة عاد بتطلع السمنة لفوق بتصير لونها ذهبية وبتزلوها زل بعد ما تتأكدوا انه كل الحليب بطلع منها يعني كيف بنعرف انه سمنة السمنة منيحة او الدهن منيح بالعجين بالطحين بتمسكوا شوي هيك وبتشدوا هيك اذا تكتل معاكم هيك معناتوا سمنته منيحة بعد ما بسينا لطحين بالسمنة هلا رح احطوه بالتلاجة لمدة نص ساعة حتى تجمد السمنة ويبرد الخليط لانه لازم احنا نشتغل فيه هو بارد هذا هلا هاي كسرنا في السوق الحلبي طبعا بتقدروا تستخدموا الني وبتقدروا تستخدموا المحمص بنحط عليها معلقة صغيرة سمنة انا رح احط نص معلقة بس معلقة صغيرة من ماء الورد من ماء الزهر معلقة صغيرة من ماء الورد كمان اختياري اللي بحب معلقتين مليانين من العسل هذا اللي عندي عسل انا ني عسل بسمو روهني اي نوع عسل بتحبوه او بتقدروا تستعملوا القطر اللي تقيل اللي هو بكبيتين سكر عليهم كباية مي هلا بخلط كل المكونات مع بعض البعض وغزحها هلا بدي بعد ما شوفوا كيف صارت جامدة ويابسة من الثلاجة بدي اعجنها شوي هيك قبل ما اعجنها بالماء افكتقها عن بعض بس ما بدي اياها تبرد عفوا تسخن بحاول اني افرفدها مضبوط هلا بدي احط عسل عليها ربع كباية عسل هلا بدي احط حوالي ربع كباية عسل او طبعا اطر اذا عندكو اذا ما عندكو عسل بتعمله اطر اطر تقيل بحاول اني هيك اخلط العسل معها ما ينسقها بالاول بدي ابدأ فيها باديرها على العجينة على الطحين وببلش ما اعجن اخلط هيك اكاور بجماحة تجميع طبعا احنا ما منعجنها بس عشان ما تيبس معانا طبعا نحاول انه يعني ما نعملها عرق يعني ما يصير الجلوتن فعال كتير فيها مشان ما تيبس نصير يبس ترتاحها ابو ربع ساعة كمان او نص ساعة وبعدين منشتغل فيها وهاي الحشو عنا شوفوا كيف منعملها كور هيك من كبتلها كور والعجينة طبعا بعد ما عجلناها هي اخذت مني نص كباية ماء باردة بس حطيناها بالتلاجة ومنجيب شوي شوي اطع اطع ومنشتغل فيها شوي شوي يعني ما نحط العجين لكلها برا بس اكمن اطعها منشتغل فيهم ومنرجعها عالتلاجة وهي هي بعد ما عملناها هاي ما نحطها بالقالب هاي معمولاتنا صاروا جاهزين وصفة طيبة وشهية طبعا غنية كتير مليانة بالزبدة والمكسرات اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك نشوفكم مرة تانية باي باي